ليه شوية قاله سمير أحمد وانا اسف في التعبير يعني وده تعبير دليل على التفوق يعني فنانة العهات ايوا ايوا ده انا غلوبت بيها يعني اصلا انا عملت خمس افلام عامية اه والله وخارصة ومجنونة يعني اعملت كل دول يعني في الاخر خالص قلت اوانا مش هيجبوني الا كده مش عارف أعمل إيه وحيات ربنا بس في الآخر حصل تغيير كده فجأة وبعدين قلت له مالله أنا برضو بعمل أدوار عادية يعني لازم أبقى عامية ومجنونة أو خرصة فابتدوا بقى يغيروا معي خلاص أصلحت الخرصة ما تتعملش كتير هي مرة واحدة مرة واحدة يعني ما تتعملش كتير وعشان تعمليها بالتأكيد فهمتي شوية الخرصة حتى الصوت بيطلع ازاي؟ أيوة التعبير بيطلع ازاي؟ رحت أنا والأستاذ حسن الإمام مدرسة للصمة والبكم في المطارية يعني فاكراها وروحت أنا وهو وقابلنا مديرة المدرسة وجابوا لنا شوية بنات يرحبوا بينا بطريقتهم بقى بس طلع هناك بيتعلموا بطريقة علمية يعني مثلا يعملوا بيديهم العدد والحاجات كده احنا أنا كنت بنت في الريف ولازم زي ما يعلموني قولوا لي امشي امشي تعالي اجي ويعملوا الحتة دي كده على المناخير ويعني روحي حتلنا سجاير يعني أبويا يقولي روحي جيبي وكده حاجات كده فلاقيت اني أنا قعدت طب أنا مش هعمل كده مش هعمل الطريقة بتاعتهم أعمل ايه أستاذ حسن فقام قال لي شوفي خدي منهم دلوقتي الصوت خارجي ازاي مخارج الصوت مخارج الصوت فقعدت بقى اسماحهم بقوا يعملوا لي تمثيلية انه هما بيمثلوا على المسرح ويخبطوهم من تحت خشبة المسرح كده عشان يتنقلوا من حتة لحتة يخبطوهم كده من تحت فخدت خدت مخارج الصوت انه بيطلع هنا مزور مش من جوه مش من القلب كده يعني لازم اطلع الصوت كده فخدت الصوت ده انه بيطلع من الزور في نفس الوقت الأستاذ عماد والأستاذ فخر فاخر ومدام زوزو نبيل كل المجموعة اللي كانت معايا جمئة طب احنا هنتفاهم معها ازاي الست دي او الله العظيم ده بقى في مشكلة تانية مشكلة عندك ومشكلة عندهم عندهم هما فطبعا انا بقرأ في الجنب الشمال كل الموقف وبعملوا بالتعبير بالطريقة الاشارة هما بقى قلت لهم طب ما انتو خرص زي ما انتو لازم تكلموني زي ما انا بعمل عشان افهم انتو عايزين ايه فبقوا يعملوا قالوا لي احنا خرص زيك فخلاص بقى اينا احنا الاتنين كده بس لكن كل ده طبعا انت بتم على اساس علمي مش عشوائي كده اه طبعا اه طبعا اه طبعا ما قلتش شوية ان حكاية فنانة العهد او التركيز على الادوارس المعقدة دي اه يعني معظم الفنانات بتبقى عندهم قضية الانوسة اقولك اصداية انا قد بقى مع الانوسة وبتاع وانا هطلع كده وكده وكده اه ولا ما تمتش كان يهمك النجاح في العمل اه اهم حاجة بالنسبالي والغاية دلوقتي اه الغاية دلوقتي اهم عندي الشخصية والشخصية اللي هقديها ايه كل حاجة ما بختارش يعني اي حاجة بتعجبنيش مش عاملها اه انديل ومهاشم مثلا كمان انديل ومهاشم كنت عامل اه او عميت يعني من زيت الانديل اه اه ده برضو من الافلام العظيمة طبعا من اهم كلاسكيات السينما المصرية وده بقى اللي بيمزق بين الادب والفن فعلا يحي حقي بالاضافة طبعا بالاضافة كمان الى مواجهة الخرافة يعني ومواجهة ماهما يستقر في زنة وده عملتي بقى يعني عشتوا ازاي في السيدة زينب وال طبعا يعني شوف مخرج الفيلم ده كان استاذ عاطف استاذ عاطف سالم اه واستاذ عاطف بيدرس كل حاجة كان بيعملها بدقة يعني يعني لا الاستاذ عاطف كان خان الخليلي اه كان خان الخليلي اه خان الخليلي ده الاستاذ طلبة ردوان اه ده الاستاذ طلبة ردوان فكانوا بيدرسوا كل حاجة يعني لدرجة أنه مثلا هو طبعا كان بيعالج مشكلة جميلة هو طبعا الجهل وإزاي احنا بنقول الزيت ده لازم يتحط في العينين زيت الأندير يعني دي من الصعب قوي يعني عشان تتعمل كده فمن أحلى الروايات اللي كتبها طبعا طبعا ولازال للأسف الشديد بعض مظاهر هذا الجهل منتشرة في حياتنا وبشوف أنديل ومهاشم ما زالة حيا بيننا الآن يعني أيضا فالحمد لله يعني أنا قدمت الدور ده برضو من ضمن الأدوار اللي كان فيها عهات طيب بس أنا ملاحظ كما يعني مثلا فيلم من أهم الأفلام الشايماء ما احتفصتيش بملابس لا عندي عندك ملابس الشايماء بس حاجة بسيطة لأن الملابس اللي بتتعامل للأفلام التاريخية أو يعني حاجة وطنية بتتعامل من الانتاج فبياخدوها تاني لكن أنا خدت جلبيتين تلاتة منهم يعني خدت بعد استئزان يعني بس فمحتفظة بيهم